مصر للطيران تؤكد إطلاق الطائرة المنكوبة نداء استغاثة للقوات المسلحة والأخيرة تنفي ذلك بعد العثور على حطام الطائرة المصرية والتي سقطت في البحر المتوسط ورح ضحيتها 66 شخصا اتهمات متبادلة بين شركة مصر للطيران والقوات المسلحة المصرية من مطار شارل ديغول بباريس أقلعت ايرباس 320 التابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى مطار القاهرة وتقل 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا و10 من طاقم الطائرة وآخرين من جنسيات مختلفة وعلى بعد 280 كم من السواحل المصرية اختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد أن كانت قد وجهت نداء استغاثة للقوات المسلحة المصرية التي لم تستجب لأي نداء حيث تؤكد شركة الطيران المصرية أن القوات المسلحة تلقت نداء استغاثة من الطائرة في الرابعة ونصف فجرا غير أن القوات المسلحة نفت تلقيها أي إشارة استغاثة من الطائرة اللفت في الأمر هو أن عملا إرهابيا قد استهدف الطائرة التي كانت بحالة جيدة وحديثة الصنع مكتب التحقيقات الفرنسي رجح أن يكون هناك هجوما وراء سقوط الطائرة وأكد ذلك وزير الطيران المصري بنفسه والذي قال بأن فرضية العمل الإرهابي أقوى من فرضية الخلل الفني وما هي إلا دقائق حتى جاءت معلومات الأمن الفدرالي الروسي الذي رجح أن سبب كارثة الطائرة المصرية يعود لهجوم إرهابي معلومات عززتها تصريحات وزير الدفاع اليوناني والذي أعلن أن الطائرة المصرية قد سقطت في المتوسط بعد أن دخلت المجال الجوي المصري وانحرفت فجأة على ارتفاع 37 ألف قدم وحتى اللحظة لتزال الاتهامات المصرية المصرية متبادلة بين القوات المسلحة وبين شركة مصر للطيران التي حملت القوات المسلحة مسؤولية عدم الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه طاقم الطائرة ترجمة نانسي قنقر